أجرى وزير الخارجية سامح شكري للقاء إذاعيا حول عمل المناخ الدولي وذلك في إطار فعليات حوار رايسينة بالهند وخلال اللقاء استعرض شكري الرؤية المصرية لعمل المناخ الدولي مبرزا ما يواجه من تحديات كبيرة ارتباطا بأزمة الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية مشيرا أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ حددت مجموعة من الأهداف من أجل تحقيقها خلال المؤتمر وأهمها الحفاظ على عمل المناخ ضمن القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية ومرعاة العدالة المناخية التي تأخذ بعين الاعتبار وضعية الدول النامية والشواغلها